السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متتبعي قناة أخبار الوظيفة مرحبا بكم فضلا وليس أمرا المرجو الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم أي جديد كم بعض المترشحين كانوا سهولون على مباراة الضباط الصف بالنسبة خريج المعائد العليا للتكنولوجيا التطبيقية فلقد تم الإعلان عن هاته المباراة بمعنى ضباط الصف البحرية الملكية خريج المعائد العليا للتكنولوجيا التطبيقية لسنة 2022 المهم سنحاول أن نقرأ هذا الإعلان والشروط المطلوبة تنظم القوات المسلحة الملكية مباراة لفائدة شبان المغاربة خريج المعائد العليا للتكنولوجيا التطبيقية الراغبين في الانخراط في سلك تلاميذ ضباط الصف البحرية الملكية وذلك ضمنها التخصصات التالية إلكتروميكانيك الأنظمة التلقائية تقني متخصص في الاتصالات وتقنيات شبكات المعلوميات بالنسبة للشروط المطلوبة في هذه المباراة الحالة العائلية عازب دون سوابق عدلية اللي تجاوز عمر مترشيح 25 سنة في 16 غز من سنة 2022 أن يكون مترشيح حاصلا على شهادة الباكالوريا وهنا ما محددينش لكم نوع الباكالوريا واش آداب أو علوم إلى آخره بمعنى الباكالوريا كيفما كانت لكن ضروري خاص المترشيح يكون حاصلا على ديبلوم التقني المتخصص المسلمة من طرف إحدى المعاهد العليا للتكنولوجيا التطبيقية تابع لمؤسسات التكوين المهني وكذلك التمتع بصحة جسمانية جيدة بالنسبة للطول فئة الإينات على الأقل مترو ستين أما فئة الدكور على الأقل مترو ستين أن يكون المترشيح أو المترشيحة قد تلقى التلقيح ضد فيروس كوفيد 19 أن يتم قبوله من طرف لجنة الانتقاء الأولي بمعنى رأى ضروري يكون هناك انتقاء أولي بناء على النقط المحصلة عليها المترشيحين والمترشيحات التي توفروا على هذه الشروط خاصهم يتجلوا عبر الموقع الإلكتروني وذلك قبل 21 يونيو من سنة 2022 كآخر أجل لقبول الترشيحات بمعنى نهار 21 شهر الساعة يكون آخر أجل للتسجيل والنسبة للإستدعاء المترشيحين المترشيحات يتم الانتقاء أولا اعتمادا على المعدل العام المحصل عليه انطلاقا من معدلات السنة الأولى والثانية من سلك التكوين في المعاهد المتخصصة للتكنولوجيا التطبيقية المترشيحين ومترشيحات التي تقبلوا تم استدعائهم من أجل اشتياز الاختبارات عبر عناوينهم الإلكترونية إذن كما رحتم فهذه الشروط المطلوبة في مباراة تلميذ ضباط الصف البحرية الملكية خريج المعاهد العليا للتكنولوجيا التطبيقية إن شاء الله في الفيديو المقبل سنتحدث عن طريقة التسجيل من أول مرحلة إلى آخرها في الآخر كنتمنى هذا الفيديو للإرجاء بكم وما تنسو تدعمني بالاشتراك وتقوم بتفعيل سر الجرس لإسرائكم أي جديد وبالتوفيق السلام